قبل مطلع الفاصل عايز أقول لحضراتكم أنه النهاردة هو بيوافق مرور 68 سنة على تأسيس جهاز المخابرات العامة المصرية يكون عين الدولة المصرية وذراعها في درء الخطر والمخاطر عن مصر وحماية أمنها القومي وأمن مواطنيها جهاز المخابرات العامة المصرية تأسس في مثل هذا اليوم 22 مارس سنة 54 وأبطاله الحقيقة بيعملوا يعني ليلا نهارا في صمت من أجل حماية الوطن والمواطن وده يمكن اللي بيترجمه شعار جهاز المخابرات العامة المصرية عين حرس الموجودة فيها الأعلى فدي العين الفتحة ومستمرة دائما يعني 24 ساعة وأسفل العين هتلاقوا نصر قوي بينقض على الأفعة النصر هو الجهاز والأفعة هي أي خطر الحقيقة بيداهم مصر دور عظيم قامت به المخابرات العامة على مدار التاريخ في كشف المخططات اللي كانت بتحاول أنها تنال من استقرار الوطن وبالرغم من هذه المخاطر إلا أن الجهاز كان دائما لها بالمرصاد أول من أسند إليه تأسيس جهاز المخابرات العامة المصرية من قبل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان زكريا محدين تولى رئاسة الجهاز منذ تأسيسه المدة 3 سنوات ويمكن على مدار تاريخ الجهاز تولى رئاسته حوالي 21 رئيس له وحاليا بيتولى سيادة اللواء عباس كامل رئاسة الجهاز جهاز المخابرات العامة المصرية منذ عام 2018 والحقيقة أنه على مر تاريخ جهاز المخابرات العامة المصرية قدم العديد من البطولات وجزء منها تجسد في بعض الأعمال الفنية والدرامية زي جمع الشوان في دموع في عيون واقحة زي رأفة الهجان زي الثعلب اعدام ميت آخرهم كمان العام الماضي مسلسل هجمة مرتدة متوقع هذا العام هيكون العائدون أيضاً واحد من هذه الملفات ملف من ملفات المخابرات العامة ومما لا شك فيه أن هناك الكثير الذي لا يفصح عنه لو كان فيه تحديات على مر التاريخ فيمكن دور جهاز المخابرات العامة بالغ الأهمية في الوقت الحالي اللي المعلومات بتلعب فيه دور كبير والسوشيال ميديا ومواقع التواصل والقرسنة يعني جزء كبير من المعادلة الصعبة والتحدي الصعب اللي موجود على مستوى كل دول العالم ولهذه المناسبة نحب نقول لكل عام وعيون مصر اليقظة بخير وسلام نتمنى دائماً كل التوفيق في دورهم المهم والبارز في الحفاظ على أمن الوطن وحمايته من الأخطار وحماية أمن المواطنين فكل التحية لكل رجال جهاز المخابرات العامة المصرية